حياكم الله مشاهدين بحالة الطقص لهذا اليوم بعموم العراق واللي البداية أكيد من العاصمة الحبيبة بغداد واللي السجل 40 درجة نهارا أما ليلة 31 نجو فيها حار نسبة الرطوبة 12% وسرعة الرياح 18 كم في الساعة من بغداد انتقاتنا راح تكون إلى أربيل واللي السجل نهارا 37 أما ليلة 26 نجو فيها صافي نسبة الرطوبة 14% وسرعة الرياح 7 كم في الساعة من أربيل انتقاتنا راح تكون إلى السليمانية واللي السجل نهارا 38 أما ليلة 20 نجو فيها صافي نسبة الرطوبة 16% وسرعة الرياح 4 كم في الساعة من سليمانية انتقاتنا راح تكون إلى دوهوك واللي سجل درجة الحرارة بها نهارا 35 أما ليلة 23 نجو فيها صافي نسبة الرطوبة 17% وسرعة الرياح 6 كم في الساعة من دوهوك انتقاتنا راح تكون إلى المحافظة التالية وهي نينوة واللي السجل 38 نهارا أما ليلة 26 نجو فيها حار نسبة الرطوبة 13% وسرعة الرياح 10 كم في الساعة من الين وانتقاتنا راح تكون إلى كاركوك واللي درجة الحرارة بها نهارا 38 أما ليلا 27 جوا فيها حار نسبة الرطوبة 14% وسرعة الرياح 8 كم في الساعة من كاركوك انتقاتنا راح تكون إلى الأنبار واللي يتسجل نهارا 39 أما ليلا 27 جوا فيها حار نسبة الرطوبة 16% وسرعة الرياح 16 كم في الساعة من الأنبار انتقاتنا راح تكون المحافظة التالية وهي كربلاء المقدسة نهارا 40 درجة أما ليلة 28 نجو فيها حار نسبة الرطوبة 14% وسرعة الرياح 22 كيلواتر في الساعة من كربلاء انتقاتنا راح تكون إلى المثنى واللي يستجل نهارا 41 أما ليلة 27 نجو فيها حار نسبة الرطوبة 14% وسرعة الرياح 19 كيلواتر في الساعة من المثنى انتقاتنا راح تكون المحافظة التالية وهي النجف الأشرف واللي يستجل 41 نهارا أما ليلة 29 نجو فيها حار نسبة الرطوبة 14% وسرعة الرياح 17 كيلواتر في الساعة من النجف الأشرف انتقاتنا راح تكون إلى صلاح الدين واللي يستجل نهارا 39 أما ليلة 27 نجو فيها حار نسبة الرطوبة 13% وسرعة الرياح 15 كيلواتر في الساعة من صلاح الدين انتقاتنا راح تكون إلى ذيقار واللي تسجل نهاراً 43 أما ليلاً 30 أجو فيها غبار نسبة رطوبة 12% وسرعة الرياح 28 كلمتر في الساعة من ذيقار انتقاتنا راح تكون إلى ديالة نهاراً 41 أما ليلاً 28 نجو فيها حار نسبة رطوبة 12% وسرعة الرياح 15 كلمتر في الساعة من ذيقار انتقاتنا راح تكون إلى بابل واللي تسجل نهاراً 42 أما ليلاً 29 نجو فيها حار نسبة رطوبة 12% وسرعة الرياح 20 كلمتر في الساعة من بابل انتقاتنا راح تكون إلى الديوانية واللي تسجل نهاراً 43 أما ليلاً 31 نجو فيها حار نسبة رطوبة 12% وسرعة الرياح 24 كلمتر في الساعة من الديوانية انتقالتنا راح تكون المحافظة التالية وهي ميسان واللي تعبر الحاجز وتعلى درجات الحرارة بها عن باقي المحافظات وهي 45 نهارا أما ليلا 32 أجه فيها حار نسبة رطوبة مواضحة نسبة رطوبة ظهر رطوبة عالية جدا بها أما سرعة الرياح 30 كم في الساعة من ميسان انتقالتنا راح تكون إلى البصرة الحبيبة واللي تسجل نهارا 45 أما ليلا 31 أجه فيها غبار نسبة رطوبة أيضا مواضحة ظهر رطوبة عالية جدا مثل ميسان أما درجة سرعة الرياح 31 كم في الساعة من البصرة انتقالتنا راح تكون المحافظة التالية وهي واسطة واللي تسجل نهارا 43 أما ليلا 30 أجه فيها حار سرعة الرياح 26 كم في الساعة وهي كانت آخر محافظتنا لهذا اليوم أكيد نتمنى السلامة للجميع وشكرا لكم اشتركوا في القناة